في الفيديو رقم ستة وعشرين من هذه السلسلة التمرين لاليغوريتميك سوف نحاول نخدم لأخر أخر في هذا المطلوب المطلوب في هذا اليغوريتم هو نقضي بشكل جديد أو بشكل جديد بشكل جديد الذي يطلب من مستعمل لإستخدامه لأنه يدخل عدد صحيح بعد من بعد هذا اليغوريتم سوف نحاول السوم للقاري 90 أمبر مثل إذا فهلا الوثول دخلا 90 أمبر 90 أمبر 50 أمبر 51 أمبر وأحسن الكاري ويجمعهم و سوف أعطينا الرئيس هذا هو المطلوب في هذا الأسرسيس بطبيعة الحال سوف يكون ن و بالنسبة للصوتي سوف يكون سامة كاري دي ن برمي أنتي أمبير بالتعبير آخر سوف يدخل العدد ن السوتي هي المجموعة للأرقام الفرضية للعدد ن مثلا إذا أخذ الأرقام ما سوف نفعله؟ سوف نفعله أول أربعة أرقام فرضية و نبدأ الحساب من واحد و سوف نأخذ الواحد و سوف نأخذ خمسة و سبعة و بعد ذلك سوف نحسط المربع أو الكاري مثلا 1 سجوجة 3 أشجوج 5 أشجوج و في الأخير نجمع هذا الأعداد و الغزلة التي تأفشها لأخير في الأخير هو 4 أثمانية سوف نحاول نكتب الألغوريثم الذي يحلل هذه المشكلة أولا دائما نقوم بطبيعة و بعد ذلك نقوم بطبيعة و بالنسبة للعجاب سوف يكون لدينا 3 سوف يكون لدينا الناس لذكاء نقوم بطبيعة سوف يكون لدينا سوف نحاول عنها 2 طبيعة سوف ن يكون لدينا او للاسورة اس اللي ممكن تكون حتى يأنتي وممكن تكون اوسي غيال غير وخص نتعرف واحد القاعدة إذا كان عندي واحد وهذا الفاغياب اليفالور اللي ممكن يأخذ هما أعداد اللي سيكونوا كبار بزاف بحال اكتر بمليون جملين مليار هنا من الأفضل أن ندر غيال لأن انتي مكسب بغطيش مكتحملش أعداد اللي هما كبار بزاف من بعد ندوز الديبو المرحلة الثانية هو نطلب من الوتيوليزاتور يدخل النوم ن كما قلنا القادم النوم ن كرمز العدد دير الأرقام الفرضية اللي سنعمل بهم وحساب دير الأرقام يبدأ من واحد إذا اتفاقل الزعام متى ندخل 4 سنأخذ 1 3 5 7 وعندما لا نضيعه لزافة الوقت لذا سنعمل لرحلة المرحلة الثانية سنعمل لأننا نعرف العدد ريبتيش العدد ريبتيشون لذلك حيث BRIAN أخرج الـ سوف أخرج الـ سوف نقوم على مدر جديد لكن نجد ادتعم لا نقوم بالبقاء والفرياض الأخرى التي سوف نفعلها وهو الـ لا يوجد الوقت فردية وهي 1 من بعد قبل أن نبدأ نقوم بإنيساليزة لفالور بS هذه هي فغيابة التي سنضع فيها القيمة الجمع كما قلنا إذا لدينا الجمع نقوم بإنيساليزة بصفر إذا كانت على الضرب أو الفاكتوري إنيساليزة بواحد سنكمل سنرى الفرق بين i و g لذلك سنفكر القيمة القديمة دائما سنضع g على قيمة 2 حيث نضع كما قلنا المربع العدد الفرد ومن بعد قبل أن يسالي الابوكل سنبدأ لفالور 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 أخيرا سنضع الابوكل بالإنستركشن فان أخيرا لكي يسالي الالغوريثم نضع فان لكي تفهموا أكثر نفترض أن الوثيوليزاتور ستدخل العدد أربعة الآن العدد العدد أربعة 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 الأرقام الفردية الأولين 1 3 5 7 بالتالي نعمل نعمل من أحد حتى الربعة هنا نعمل لأن لا يقوم بعمل عدد الفردية فقط هنا لن في كل إتراسيات نحدد الرقم الفردي الذي سنقوم بها لفالور ستجد في الأول ثم في كل إتراسيات ستزد في الأول ثلاثة 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 لنقوم بتحديد التطور ثلاثة ثلاثة سنقوم بإتراسيات نعمل لكل إلطة 1 ثلاثة 2 1 1 0 1 ثلاثة ثلاثة ستزد ثلاثة 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 يعني فاشكيكون إي كي سوي جوج الجيغة واللي يقولنا هي 3 3 أوس 2 هي 9 7 زائد 1 هي 10 ومن بعد لفالوغ دو إزغة هي 10 من بعد لفالوغ ديال الجيغة واللي هي 5 لأن 3 زائد جوج هي 5 من بعد في الاتراثيون الثالثة ستكون لدينا 5 على بوصنص الجوج الـ 25 25 سنزيد على 10 القيمة ديال إس القديمة حوالي الثالثة تكون لدينا 35 ومن بعد لفالوغ ديالها ل Hos 5 ستكون لدينا 6 ستكون لفالوغ دياله 7 سيكون لفالوغ نظمة الثالثة حوالي الثالثة تكون هذه الأخرى سأخذ لفالوغ اكتشيال القيمة سيكون لفالوغ هذا 7 6 2 9 40 49 سوف نزيد على 25 و سوف نأتينا 1084 وهي الرزولتات هذه القوية نسيت مزدت واحدة لا يوجد رزولتات نضيف الانستركس اكتب الاسم الاسم لذا سوف نكتب هذا المساج بطريقة اخرى من التسais تحليل صفورة لدينا شكرا شكرا العبد